هاي السلام عليكم كيفكم شو اخباركم ان شاء الله تكونوا بخير اليوم جبت لكم فيديو انجد طريقة متجنن قبل ما نبلش بالفيديو بتمنى تعملوا الاشتراك بالقناة والاعجاب الفيديو اذا عجبكم حتى استمر وكمان حتى يصلكم تلي جديد ويلا نبدأ بسم الله ووشي هلا حطيت طحين حسب كمية اللي انتو بتكون يا انا حطيت كوبين ونص وهلاي حليبودرة مع خميرة مع معلقة سكر مع معلقة بيكان بودر مع معلقة صغيرة ملح وراح ده اخلط المكونات الجافة مع بعض لحطيت الجانس مع كل المكونات حطيت تقريبا معلقتين زيت وبلش حط ماء بالتزريج راح ما راح لحط ماء دفع واحدة لحتى ما تزيد عندي الماء او تنخص راح ضل حط شوية شوية وعجن حتى تتماسك مع العجينة وتزبط وهون بلشت العجينة تزبط وراح ضيفها الماء شوية شوية وعجنة حتى تتماسك وتصير عندي ممتازة ومع تلزق تأكد حتى اذا لسقطت بيكون مو مشكلة فكنت دهنوا ايدكم بشوية زيت وتبلشوا عجن وبلشت تتمسك معي العجينة صارت مع التلزق يعني تقريبا جاهزة شوفوا اذا العجينة ما تكسرت معناته جاهزة اما اذا تكسرت معكم فمعناته مو جاهزة هلا العجينة هيك راح ضل عجنة لحتى ما عد تلزق ابدا وتتمسك العجين وما عد تتكسر راح كمل عجن حتى تصير عندي العجينة جاهزة وهلا هيك جاهزة راح خليها راح خليها حتى تتخمر وهلا تخمرت وراح بلش هون معي نسقالب زبدة هون جبن موزرلة جبن العكاو قطيب بس ما كان متوفر عندي بالبيت فحطيت جبن موزرلة ويلا مبلش بالتشكيل الكرات وهلا هيك بلش تجهز للكرات حتى تزجان اسمعي وتتمسك الطحين وتكون سهلة وقت الترقيق همشي ما بتخلوا انه تطلع منه الهواء اهم شي ما يكون العجينة قاسية شوفوا لاحظوا معي العجينة كتير لينة قد ما تكون لينة تطلع اطيب تطلع هجة اكتر وما بتعجن ويلا نبلش بسم الله ونرقق العجين انا جبت كراتين من العجين اول شي بلش رقق اول واحدة بها الطريقة وبكل سهولة لحتى تطلع معي دائرية حطيت على طرف وراح بلش بالتانية وهلا رح اخبركم ليش انا خليت اتنين مو واحدة بس ومتل ما هم تلاحظوا حطيت بلش تحط الزبدة طبعا خليت بحارات الغرفة لتساعدني بسهولة انه ادهن فيه وجهة العجينة هلا دهنت واحدة العجينة وراح التاني كمان فوقها وراح بلش رققون عن جد بهالطريقة كتير تترقق بكل سهولة وتكون سريعة وتكون الطريقة الاز وطبعا اذا انتو يعني مو بدايت او معتكن مشكلة انو تاكلوا زبدة كتير فيكن تعملوا اكتر من طبقتين انا عمل بس طبقتين لحتى ما كتر فيها الزبدة وهلا بلش تقسم التقسيم على الطريقة اللي انتو بتكون ياها انا قسمتها بهالطريقة طبعا انا ما عملتون صغار فيكن تعملون كبار او صغار حجم اللي انتو بتكون انا عملتون بحجم متوسط يعني مو كبير ولا صغير وشوفوا طريقة اللف شقد ما بتسحبوها للعجينة عن جد تترقق اكتر حاولوا ان يكون هيك تشدوا العجينة لي مشان ما بتكتل معكن وتصير طعمة قطيب وكمان تصير كمان عندكن مثل اوراق البصل ورقة ولا ورقة يعني هيك كلها ملفوف ورا بعضها شو عن جد طريقة كتير سهلة وجاربوها عن جد طريقة حلوة كتير كمان تتقدم للطيوف وللعائلة للاطفال للقبار عن جد معاة شاي كتير طيبة فيكن تحشوها باللي انتو بتكوني اياها يعني انا عملت نصب الجبنة ونصب الشوكلاة بالشوكلاة لانه عندي اطفال وبحبوا الشوكلاة فعملت لهم بالشوكلاة والجبنة كمان كتير لزيزة ويفضل الجبن العكاو اللي غير مملح بس ما ما كان متوفر عندي فحطي جبن موزرلة شقد ما بتشدوا العجينة عن جد كمان بتشتغل معكون اسرع وكمان بتطلع اطيب انا قدر لامكانك حاولت تقلل كمية الزبدة لانه ما كتير بحب تكون كتير تقيلة فانتو اذا حابين يعني بتكتروا اكتر شقد ما تكون فيها نسبة كبيرة تكون اطيب عن جد جربوها كتير لزيزة للافطار كمان للجوع اخر الليل كمان كتير لزيزة عن جد شو بطريقة كتير سهلة العجينة كتير بتساعدنا وللمد ما لانه هلا هاي عملتها بالنوتيلة هاي الاطفال بيحبوها انا ما كتير بحبها بصراحة يعني هي طيبة بس ما كتير بس للاطفال كتير طيبة وللمحبين الشوكولات كمان اه كتير رح هيعجبون شوفوا الطريقة سهلة عن جد بالطريقة كتير سهلة العجينة بتمشي معي بكل سهولة وما بتعزب ابدا اي نوع من الشوكولات انتم بتفضلوا بتحطوها كمان بتمشي انا كان عندي متوفرهاي وطعمتها كتير طيبة والاطفال بيحبوها ونكمل كلياتهم بنفس الطريقة وهلا رح جاربو لكم واحدة تانية لحتى تشوفوا انه مانا صعبة ابدا وراح كامل كلياتهم بنفس الطريقة يعني اهلها هاي عملت اكبر بشوي يعني انتو بتقدروا تعملوا حجم اللي انتو بتكون اياه بالطريقة الترقيق العجيني يعني تعملو كرات اكبر او كرات اصغر حسب حجم اللي انتو او بالقص كمان تقدروا تعملو حجم كبير او حجم صغير حسب ما انتو بترغبوه وهلا رح ادهن كمان هاي بنفس الطريقة بالزبدة الدهنته كتير منيح كله متساوي نفس الشي و لا تخافوا من الكمينة الزبدة للطحين بتتشربها وبتصير طعمة الطحين كتير طيبي وكمان هيك بتدوب بالتمع انجت انا هاي عملت اكبر وفي حجم اللي انتو بتكون يا انا عملت يعني حجم صغير وحجم كبير لحتى يعني ساعتكن اكتر وعنجت ما بتزبط يعني انتو بس جربوها خطوة بخطوة وبتزبط كمان قصيتها بهالطريقة بطريقة المثلث فيكن انتو تعملو طريقة الكرات كمان انا عملت كم وحدة لكن مفضل هالطريقة هيك ارتب للتقديم كمان هيك تتلف ورا بعضها بتصير اطيب وعملت كم وحدة من الكرات كمان تطلع طيبة يعني ما بتتعجن ابدا بهالطريقة وهلا هيك شوفوا بتمدوا العجينة شقد ما بتحاولوا بتمدوها تطلع اطيب وطبعا بعد ما خلصها راح حطهم ثانية وقبل ما حطهم بالفرن راح حط مي سخنة مغلية طبعا ما صورتها بس راح قلكون السر انه ليش بتطلع هيك منتفخة وتطلع ما تطلع عمع الجنة بتحطوا المي المغلية بالفرن بكاسي او اي جدر او اي طنجرة حسما شو متخلولها او بتحطوها بالفرن طبعا الفرن يكون مطفي وبتحطو هل بعد ما خلصتوه ونجهزتوه بتحطوها شي تقريبا عشر دقايق بتشوفوا انه انتفخت كتير منيح وبعدها تشغلوا الفرن من تحت بالاول بس بعد ما تنتفخت وستوت من تحت بتشغلوه من فوق والفعافية وطبعا اندهنتها بالبيض ومعلقة حليب وبعدها رشيتها بالسمسم وحبت البريكية طبعا هاي حسب الرغبة يعني اللي بيحب بس بتعطيه انك هاي كتير لزيزة انا خلال حسما انتو بتحبوا يعني بتقدروا تفتخنوا عنن وهلا هيك حطيتهم بالفرن شوفوا هاي قبل ما شغل الفرن كانوا منتفخين وهاي بعد ما جهزت والفعافية جربوها عن جد طريقة لزيزة كتير وبتطلع طيبة وبيحبوها كتير يعني الاطفال هدول عملتهم كرات بس ما عملت كتير محبا يب قلبي ان شاء الله تكونوا استفدتوا وان شاء الله تستفدوا وفيدوني باللايك والاشتراك بالقناة وشو ما اسئلة تختر على بالكن اكتبوا لي بالتعليقات وان شاء الله انا رح ارد عليكن ويلا باي وتكونوا بخير وسلامة